وإلى اليابان حيث ذكرت وسائل إعلام يبانية أن رئيس أمريكي دونالد ترامب أعرب عن استيائه الشديد خلال اجتماع ثلاثي بين رؤسي أركان جيوش كوريا جنوبية والولايات المتحدة واليابان بشن تقديم كوريا جنوبية مساعدات إنسانية بلغت ثمانية ملايين دولار أمريكية لكوريا ديمقراطية جاء ذلك على هام شنع قد جمعي العمل للأمم المتحدة في الوقت نفسه ذكرت وكالة بايون هاب الكورية أن يين يونج شن المسؤول الإعلامي للرئاسة بكوريا جنوبية قال إن ترامب لم يبدي أي تصريح سلبي بخصوص المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده لكوريا ديمقراطية ونفى بشكل كامل ما ذكرت وسائل الإعلام وبهذا الشأن قال المتحدث باسم الخارجي الصينية لو قنغي أن الصين تدعم دائما الجانبين في تعزيز التبادلات وتحسين العلاقات الثنائية نعتقد أن شعبي كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية ينتميان لأمة واحدة تدعم الصين دائما الجانبين لتعزيز التبادلات وتحسين العلاقات الثنائية وتعزيز المصالحة ونأمل بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها كوريا الجنوبية لكوريا الديمقراطية تساعد في تحسين العلاقات بين الجانبين وتهديئة الوضع في شبه الجزيرة في مؤتمر صحفي اليوم وجهت بعض وسائل الإعلام أسئلة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كان بخصوص الحرب الكلامية الدائرة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية مؤخرا حيث قالت كوريا الديمقراطية في خطابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنها قد تضع الولايات المتحدة ضمن أهدافها لإطلاق الصواريخ وذكرت تقارير بعض وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة أرسلت عدة قاذفات قنابل استراتيجية نحو المياه الواقعة في شرق كوريا الديمقراطية في الثالث والعشرين من هذا الشهر وفي إجابته على تلك الأسئلة قال لو كان من المهمة الأولى الآن هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن بجدية وبصورة شاملة للوصول إلى طريقة لتسوية سلمية للقضية إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية الآن حساس ومعقد للغاية نعتقد أنه من الضروري لجميع الأطراف المعنية أن تنفذ جميع القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل كامل وجدي بما في ذلك القرار 2371 والقرار 2375 بدلا من الاستفزاز المتبادل والذي يزيد التوتر في شبه الجزيرة نأمل بأن لا تقوم الأطراف المعنية بأي أعمال من شأنها إثارة الطرف الآخر وينبغي أن تحافظ على ضبط النفس للوصول إلى وسيلة لحل سلمي للقضية